ازايكم عامليني يا رب اكونوا بخير اه في الفيديو ده حبيت اتكلم عن منتجين مهمين جدا واحد مش جديد اوي واحد لسه نازل اول منتج هتكلم عنه هو البيبي كريم ده من جارنيت على فكرة فكرة البيبي كريم ككل البيبي كريم والسيسي كريم والديدي كريم هم عبارة عن كريم مرتب متضف له لون فكرته انه بيرتب البشرة وبيوحد لون البشرة بس انما لو بشرتك مثلا فيها حبوب زي مسلا اللي كوشي اوي الكلام ده لا مش هيداريها مية في المية تمام؟ هو حلو جدا وبالنسبة كمان اللي سعره سعره جميل جدا سعره عموظم في حدود اه ثمانين جنيه او سمعين جنيه مش متذكر قوي هو حلو جدا وهياش معاكي بس نصيحة لو انت بشرتك مختلطة او دهنية هاتي الانبوبة الطويلة دي ما تجبيش اللي هي هتلاقيها الانبوبة المبططة تمام؟ ولازم ده بعد ما تستعمليه تسبتيه ببودر اذا كانت لوس او كمباكت تمام؟ الحاجة التانية بقى اللي هتكلم عليها هي الفالت دي الفالت دي اسمها ميبلين نيويورك مستر كامو انا معظم دي صورتها بشكلها او الفالت دي اكتر من الفالت دي لسه نازلة جديدة من ميبلين لسه ما باعتش في مصر بس هي بتتبع اونلاين انا جايبها اونلاين او او الجارنيه اللي هو البيبي كريم ده ممكن تلاقو في اي صيدلية او في اي سفر ماركت هاتلاقو انما دي مفرون تطلبها اونلاين هاسيبلكو اللينك اللي انا شتريت اللينك جروب اللي انا شتريت منه في البيسكريبشن بوكس ده كان في اليوتيوب او في الكممنت في الجروب في الفيسبوك البالت دي فكرتها فيها ستة الوية ده كوريكتور اخدر انا مش عارف ما هو غايم في الكاميرا ولا لا بس الكوريكتور اللي اخدر ده الكوريكتور عبارة عن مسحح عيون تمام الكوريكتور اللي اخدر ده اللي هو اللون اللي اخدر ده بيستعمل في اي بيستعمل لو انت عندك حبوب حمرة زي دي اللي هي الحبوب اللي بتبقى لونها بامبة بتحطيها عليه وبعد كده بتحطي البيبي كريم او الفاوميشن بتاعك اللي انت هتحطيه من فوقه تمام وفيه اللون اللي هو المشمشي ده اللون المشمشي ده بيتحط على الهالات لو انت هالاتك مش قوية زي كده تقدر يتحطي عليها اللون ده عشان خاطر لما تيجي تحطي الكنسيلر الكنسيلر ما يقلبش معاك رماضي مع الوقت او يقلب اللي هو اللون الفراني اللي هو الجري ده تمام فانت مفروض بتحطي برضو كوريكتور اللون ده او لو انت هالاتك قوية جدا اللي هي لونها بني قوي تحت العين تحطي كوريكتور اورنج الكوريكتور اورنج اللي ما انصح به ملاجر اللي هسيبلكو برضو الصورة بتاعته هنا وفيها بقى تلات الوان الكامسيلر دول من فوق فيها اللون ده اللي هو فوق اللغدر اللون ده اصفر ده فكرته ان انت بتعملي بيه اضاءة تحت العين يعني لو انت رأيها فرع او كده وعايز ان انت تحت عيني كي بقى فاتح شوية غير اللي هي الايام العادية بتحطي اللي هو الكونسيلر الاصفر ده بس بعد ما تحطي الكوريكتور ده وتوحدي لون جفنك بالكونسيلر بتاعك اللي هو لون بشرتك بعد كده تحطي الاصفر ده واللون ده اللون ده اللون اللي هو يعتبر اللي هو بيتخط بعد اللون ده ان هو لون بيجي لون البشرة يعني فكرة ده ده بيكنسلك الهالات بيكنسلك لون الهالات وده بيوحد لون بشرتك وده بيعملك اضاءة. تمام؟ ودي درجة برضو درجة كونسيلر ان هو يعتبر البالت دي انا بالنسبالي هي كويسة جدا جدا بالنسبة لسعرها وبالنسبة للامكانيات اللي فيها فيها امكانيات كتب جدا فيها كوريكتور وهايلايتر وفيها كونسيلر وفيها هايلايت اللي هي الاضاءة اللي بحت العين او الاضاءة اللي في الوش اه هي سعرها على مقضن كانت في حدود متين وخمسين او تلاتمائة جنيه جميلة جدا وفيها كزا درجة الدرجة اللي انا جايبها اللي هي لايت او كلير فهي انا انصحك يا ايما بالدرجة دي اللي هي لايت لو انت بشرتك اللي هي البشرة بتاعتنا دي او بشرتك فتحة ولو انت بشرتك اغمق من بشرتنا اللي هي صامرة او اللي هي اغمق مننا بشوية تجيبي اللي هي الدرجة اللي بعد دي ما ازل اسمها ميديا اه كده الفيديو خلص يا ربي يكون فيديو خلف عليكم يا ربكم استفادتوا باي حاجة لو عايزيني اعمل عن اي منتجات اه اسألوني اذا كان على الخاص او في الكممنتس في اليوتيوب او في الكممنتس اه في الفيسبوك في الجروب ويا رب ما كنتش طولت عليك والسلام عليكم وعاكم الله يباريك اشتركوا في القناة